ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله فضيحة تذكر المونديل بالمغرب تأخذ مصارا خطيرا احالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى محكمة الاستئنافة في مدينة الدار البيضاء اليوم الاثنين مسيرا رياضيا بمدينة اسفي وصحفيا رياضيا بقناة اذاعية خاصة وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية التلاعب بتذاكر كأس العالم قطر 2022 وترويجها في السوق السوداء وكانت الفرقة الوطنية لشرطة القضائية قد فتحت بحتن بناء على تعليمات النيابة العامة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة وقد أسفرت نتائج البحث عن تحديد هويات المشتبه فيهما باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة في المقابل تواصل الفرق الوطنية لشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك من أجل تحديد هويات كل من تبت تورطه في هذه القضية وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة